إلى تعز الآن حيث قال نائب ركن توجيه المعنوي بمحور تاعز العقيد عبد الباصط البحر في تصريح لقناة يمن شباب إن أفراد الجيش الوطني منذ أربعة أشهر لم يستلموا مرتباتهم مشيرا إلى تأثير ذلك على معنويات الأفراد ومسؤولياتهم الجيش الوطني في تعز منذ تقريبا أربعة أشهر لا يستلم مرتبات طبعا كانت خلال العام الماضي مرتبات الجيش في تعز الذي هو ضمن المنطقة العسكرية الرابعة محور تاعز يتبع المنطقة العسكرية الرابعة طيلة العام الماضي بدأت تنتظم صرف المرتبات لكن خلال العام القاري 2020 صرف مرتب شهر واحد وشهر اثنين والآن أربعة أشهر وندخل في الشهر الخامس ولم تصل مرتبات الجيش وطبعا هذا يؤثر كثيرا على معنويات الأفراد وعلى حقوق الأفراد وعلى مسؤوليات المقاتلين كما دع البحر الحكومة الشرعية إلى الاهتمام بأفراد الجيش الوطني والمقاتلين في الجبهات وتقديم حقوقهم على بقية الموظفين ودع البحر الحكومة الشرعية إلى الاهتمام بأفراد الجيش الوطني والمقاتلين في الجبهات وتقديم حقوقهم على بقية الموظفين طبعا رسالتنا إلى الحكومة الشرعية بضرورة الاهتمام بالمقاتل وأن تكون الأولوية للجيش الوطني وللأفراد المقاتلين في الميدان سواء من حيث المرتبات أن تشرف مرتبات الجيش الوطني قبل أن تشرف مرتبات أي جهة أخرى أو أي وزارات أو مسؤولين أو سفارات أو ملحقيات لابد أن نبدأ بالجيش الوطني المقاتلين في الميدان